ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر وتوحيد الخطاب التركماني ازاءها عقدت الهيئة التنسيقية التركمانية العليا اجتماعا في العاصمة بغداد بحضور عدد من النواب التركمان في مجلس النواب ناقشت خلاله جملة من القضايا التي تخص الشأن التركماني حيث تركز الاجتماع على موضوع رفض التركمان للاستفتاء المزمع اجراؤه من قبل ادارة قليم كردستان في الاقليم وكركوك وباقي المناطق المتنازع عليها وسبل تكثيف عمل الاعلام التركماني واطلاق حملة اعلامية واسعة لاعلان موقف التركمان الرافض للاستفتاء واوضح رئيس الجفة التركمانية العراقية النائب ارشد الصالح في تصريح لفضائية تركماني تفاصيل الاجتماع الذي عقدته الهيئة التنسيقية التركمانية العليا والمؤلفة من تسعة اعضاء مع النواب التركمان في بغداد مشيرا الى ان امام التركمان تحديات كثيرة واخطرها الاستفتاء المزمع اجراؤه في ايلول المقبل مجددا موقف التركمان الرافض لهذا الاستفتاء ونوها الصالح بان الهيئة التنسيقية التركمانية العليا اتفقت على اليات لاعلان معارضة التركمان لهذا الاستفتاء عبر المظاهرات السلمية ووسائل الاعلام وتنظيم حملات عبر مواقع التواصل الاجتماعي كما نوها باهمية دور التركمان المقيمين في تركيا واوروبا في دعم حملة الرفض للاستفتاء المزمع اجراؤه في ايلول المقبل الى ذلك اشار الصالح الى ان الهيئة التنسيقية التركمانية العليا نقشت في اجتماعها موضوع الغاء مقعد الكوتى المخصص للتركمان في مجلس محافظة بغداد ونوها بان ذلك يصب في مصلحة التركمان مضيفا ان السياسيين والنواب التركمان عندما يدخلون اي مفاوضات سياسية فان الجهة المقابلة تعتبر التركمان اقلية باعتبار ان لديهم مقعد كوتى في بغداد وهذا الامر يؤثر سلبا على وضع وحقوق التركمان الذين يمرون اليوم بصراع خطير ويجب ان تنصب الجهود للعمل من اجل مصلحة شعبنا من جانب اخر تحدث مقارر البردن النائب التركماني نيازي معمروغل عن تفاصيل اجتماع الهيئة التنسيقية التركمانية العليا في بغداد تنسيقية العليا للتركمان المنبثقة من المؤتمر الرام لتركمان العراق في العاصمة بغداد باجتماعاتها بخصوص تفعيل ملفات كثيرة منها تفعيل الاعلام التركماني والحشد الجماهيري والتطرق الى استفتاء المزمع اقامتها في شمال العراق والكل يعلم مدى رفض الاغلبية المطلقة في العراق لهذا الاستفتاء بالاضافة الى توجه الهيئة التنسيقية بلجانها المختلفة للزيارات السياسية منها لزعيم دولة القانون سيد المالكي والمرجعية الرشيدة والسيد مقتدى الصدر وجهات سياسية اخرى لايضاح ما خرج من المؤتمر العام لتركمان العراق بكيفية ايصال معاناة ما توصل اليه التركمان الأخيرة الاجتماعات مستمرة ليطمئن الجميع سوف تكون لنا نقلة سياسية جديدة في الواقع العراقي لغرض ان تكون للمكون التركماني الموقع المناسب ضمن العملية السياسية والتغلب على كل المعاناة والمشاكل التي تتعرض لها المكون التركماني في هذا الشريط اللاسق ما بين شمال العراق والمناطق الأخرى والكل يعلم مدى تضرر التركمان من السياسات الخاطئة للأطراف المعلومة والواضحة الهيئة التنسيقية جادة بعملها ليلا ونهارا وهناك اجتماعات مستمرة في بغداد للوصول إلى نتائج إيجابية بإذن الله أكبر جونسة